يقول ربنا تبارك وتعالى و أن تستقسموا بالأزلام الأزلام هي السهام كانت توضع في علبة و يضعون ثلاثة سهام السهم مكتوب عليه افعل السهم ثاني مكتوب عليه لا تفعل السهم ثالث فارغ ما في شيء أو يكتبون عليه أعد أو كذا فيجرب حظه يسحب لا تفعل خط ما يفعل هذا الاستقسام بالأزلام طلع السهم لا تفعل ما يفعل افعل يفعل أعد يعيد و هكذا و لما فتح الله تبارك وتعالى مكة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فوجد كفار مكة أو من قبلهم قد رسموا سورة رجلين قالوا هذا إبراهيم و هذا إسماعيل و صوروهما و هما يستقسمان بالأزلام الرسم موجود من قديم فأمر النبي بمسحهما أو بمسح هذه الصورة و قال والله لم يستقسم بالأزلام أبدا يعني يكذبون عليهما والله لم يستقسم بالأزلام أبدا و يذكرون أن سراغة ابن مالك لما خرج يبحث عن النبي أبي بكر في الهجرة استقسم بالأزلام قبل أن يخرج و ذكروا أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما نذر إذا رزقه الله عشرة من الولد أنه يذبح أحد هؤلاء العشرة يذكرون أنه استقسم بالأزلام أيضا و نادى أو ذهب إلى الكاهنة فقال ندرت أن أذبح عهد أولادي فماذا أفعل قالت استقسم بالأزلام وضع عشرة من الإبل مقابل أحد أولادك فوضع عشرة من الإبل واستقسم بالأزلام فخرج أعد حتى وصلت الإبل إلى مئة فخرج لا تفعل فذبح مئة من الإبل و ترك ولده عبد الله لم يذبحه لأنه طلعت القرى على خرجت القرى على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاستقسام بالأزلام الذي كان يفعله أهل الجاهلية